السلام عليكم ازايكا وبنات يا رب تكونوا بألف خير في بنوتا اسمها يسرة طلبة مني اعمل فيديو مخصوص عن البامبرز وتغيير الحفاظ وقال اللي بنحتاجه كلام ده انا قلته في فيديو قبل كده بتاع الشاور بس هي قلتلي اعمل فيديو مفصل علشان موضوع التهابات والتسلقات بتاع البامبرز فعلشان ما نطولش والفيديو بيكون صغنة خالص وفي افادة يلا بينا نبتدي كلنا عارفين بيبيهات في الاول بتعمل حمام كتير سواء حمام عادي او سطول او اي ان كان يعني ممكن يعني تخلي بالك طويل لو سمحتي لطول اليوم يعني ممكن كل نصف ساعة تقوم يتغير بامبرز ما فيش مشكلة فعلشان كده بنقول بمعدل مصف ساعة نشايت كده ونعمل الشيكاب على البامبرز حتى لو معمول فيه يعني ميا بس سوري غيري حتى لو مرة واحدة لا مدام اتعمل فيه حتى لو مرة واحدة ميا غيري ما تسيبهش بالساعة والاثنين والثلاثة لأ غلط جدا انتي كده بتخلي البيبي غصبا عنه حتى لو انتي حتى كريم منع للتسلخات كده كده هيعمله التهبات لأنتي سيبتيه مرة في الثانية في الثالثة فعلشان كده كل نصف ساعة تعمل الشيكاب على البامبرز لو فيه اي حاجة فيه لأ غيري على طول هتغيري ازاي انسوا يا جماعة لله والله من خلال تجربة شخصية من خلال الكلام الدكتور انسوا موضوع الوايبز ده طبعا انا مش دي اللي انا بستعملها البنوتي انا بستعمل جونسون المهم يعني وبستعمل البامبرز للمكان الحفاظ ومش بستعملها بكترة بستعملها ازاي هقولكم حالم لازم مرة الصبح ومرة بالليل البيبي على الاقل لو مش هياخد شاور هتخسيره ونصه بمعنى ان انتي اول ما تصحي من النوم طبعا بتي بقي سايبة البامبرز مثلا ساعة ساعتين وهو نايم او انتي نيمتي جنبه مثلا او حاجة وصحية من النوم الصبح لا اغير الحفاظ ما تمسحيش بوايبز خالص خذي البيبي على حوض الحمام في ثانية كده اغسيله ونصه كله اتحتاني بحبة مية فترة وحبة صابون يا ستي من بتاع الايد او حبة شاور جل وقفيفي كويس ودهني كريم ولبسيت بامبرز وهكذا عامليها مرة كمان قبل ما تنامي في نص اليوم تقدر تستعمل الوايبز عادي انما لازم على الارل مرتين في اليوم البيبي نصه يتغسل علشان انتي كل مرة تستعمل الوايبز على قد ما الوايبز اه بتنظف وبتسهلك بقى ان انتي ناسة تتقرف وتدخل بالبيبي الحمام ما تقعد تعمل بأيديها اه ما فيش مشكلة انتي مش تتقرفي من ابنك يعني ده ابنك او بنتك فما تتقرفيش اتعودي على الوضع ده ممكن يجي علي وقت ما يكونش عندك اساسا اي حاجة غير المية فاضطر ان انتي تستعمل تنظيف بيها فزي ما بنقول الوايبز استعمليها ممكن في نص اليوم بس دايما حاولي طول ما انتي عندك الفرصة والامكانية انتي تشطافي البيبي من تحت اعملي كده ده بيخلي البيبي دايما نظيف ريحته حلوة مفيش اي تجمع لأي فطريات فبالتالي مش هيبقى فيه تسلخات دي نقطة مهمة جدا دايما تخلي فوطة مخصصة لبعد التغيير بتاع الحفاظ يعني لو انا مسحت ببامبرز لازم انشف اجفف بعدها بفوطة زي كده تكون قطم تكون نعمة سواء بقى مسحت ببامبرز او مسحت بمية بس او غسلته نصه كله لازم تجففي جسم البيبي بفوطة تكون قطم دي مهمة جدا جدا برضه وبتمنع حدوث اي تسلخات او اي حاجة خلاص لازم ترطبي جلد البيبي قبل ما تلبسيه البامبرز بتاعه هترطبي بايه اي نوع كريم عندك بتاع حفاظ بتاع بامبرز رطبي بيه زينكو اوليف او انا شخصيا بستعمل سانوسان او الناس اللي بتستعمل الزيت بتاع جونسون كل ده صح وكل ده عادي جدا وما فيش اي مشكلة منه بس اهم نقطة لو انت هتستعملي الكريم استعمليه على الجلد جافي يعني عادي جدا نشفي بالفوطة واستعمليه انما لو هتستعملي الزيت متخليش الجلد يجف تماما خلي الجلد رطب شوية علشان الزيت مع جلد جاف هيبهدلك الدنيا وهيعملك تسلخات ما ما استعملتي فنصيحه افضل يعني استعملي كريم علشان تبقي ضم حاطتيه على جلد جاف او جلد عادي ما يعملكيش اي تسلخات حاجه كمان خديها في طريق السره لسا انت نظفيها كل مرة بتغير الحفاظ قط ما كده نظيفه حتى بعد ما تقع بالكحول لو تمسحيها مش هتاخد منك ربع دقيقة خلاص فحاجات مهمة جدا البامبرز يتغير كله نص ساعة مش عامل يبقى تشهيكي على الاقل عليه كله نص ساعة وكل ساعة ساعة مش عام علشان جلده على طول يبقى نظيف الوايبس يا جماعة والله بتعمل تسلخات مع كتر الاستعمال فخلوا بالكم من النقطة دي نوع البامبرز الكويس مولفكس ممتاز قلت لكم قبل كده في ناس بتستعمل بيبي فاين اللي يريح ابنك وميعملوش تسلخات حتي خلاص ده كان الفيديو بتاع النهاردة اشوفكم على الف خير سلام عليكم